اشتركوا في القناة كما نعرف المغرب منذ زمن طويل ونحن نسمع الحكومات المتتوالية والنظام ترسمون المغرب على أنه واحد دولة التي تجنب عائدات من السياحة بالملايير وأن المغرب بلد سياحي وأن المغرب أحسن دولة في العالم هذا كله كبرنا به كبرنا بهذه القادية المغرب دولة سياحية المغرب تنحمق عليه السياحة المغرب يأتي بالأجانب السياحة تدخل العملة الصعبة ونديره السياحة ونديره اسمعوا معايا في سياق مختلف على المغرب تجاوز عائدة السياحة 10.5 مليار دولار خلال عام 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب أول مرة في تاريخ المغرب عائدة السياحة تصل إلى 10.5 مليار دولار وهي 105 مليار درهم أول مرة في تاريخ المغرب المغرب يحصل على هذه العائدات العملة الصعبة من ميناء السياحة ونمت عائدة السياحة بالنسبة 12% مقارنة مع 2022 التي سجلت عائدات في ذلك العام بلاغت 91.3 مليار درهم يعني أول مرة في تاريخ المغرب هذا الرقم يتحقق من مداخل السياحة وهو 100 مليار درهم 100 مليار درهم الذي يحقق هذا المغرب من السياحة وقال بيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور قولها أن تحقيق هذا الرقم يؤكد مكان القطاع السياحي كواحد من أكبر مسادر النقد الأجنبي للبلاد سمعتم يعني السياحة هي أكبر يعني مصدر للعملة الصعبة في المغرب حسنا هذا خبر سمعوا معي جيدا هنا ما يقول هذا الخبر ناشرة إسبرس وموقع يعني موقع يعني رسلي في المغرب مشهور معروف حصيلة قياسية في 2022 تحويلات الجالية المغربية تتجاوز 100 مليار درهم حسنا الآن الجالية الغربانية والشعب الهربة ومغربة الهربانين من المغرب بداخلهم دخلهم لمغربة 100 مليار درهم يعنيان المغرب وهكذا معروف وهكذا المغربين هذه المغرب سيبطل المغرب 100 مليار درهم هنا هنا بالنسبة لا تفكير معك لا تتهاك بالخاطر ولكن لا لان الواحد مثلا انسان امريكي ما تنظر انه يمشي البلاد اخرى باش يبقى صيفة امريكان الدولار ما كنشهد القادية ولا مثلا انش واحد سويدي ولا الماني ولا كده من الشعب العادي يعني كنلقوا غير المستثمرين الكبار اصحاب الشركات هم اللي كي يخرجوا من البلاد مش يقلبوا على الاسواق الرخيصة الاسواق اللي كتكون فيها العملة اللي كتكون فيها اليد العاملة رخيصة ولكن باش الشعب غير يخرج مثلا البلاد ويصيفة البلاد يعني هاد القادية كنت معرفة الدول المتخلفة الدول القمعية الدول الدكتاتورية اللي بحل المغرب اللي قرف الحقارة هي سياسة ومنهجة يعني النيظام المغربي كنه يدير كي يقهر الشعب باش كي يخليهم يهربون الخارج بس كي يبقى يصيفون العملة الصعبة يعني ايجين يشوفوا القادية مدروسة القادية يعني اضغط على بابهم وكررهم في حياتهم باش يهربوا في باش يحرقوا ويمشوا ويتقاتلوا ويستجبوا الوراق ويقاسي ويعاني ولكن ركال سيفطول من العملة الصعبة موازاة مع تخطي صادرات المغرب من الفوسفات والسيارات حاجز المائة مليار درهم لكل منها خلال الأحد عشر شهر الأولى من عام ٢٠٢٢ سمعوا الفوسفات والصناعات السيارات هادش كله قال لك ولكن مسجلة بذلك رقما قياسيا غير مسبوق ويفق معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف هاده مكتب الصرف هاده ماشي انا وماشي شي خائن وماشي شي عدو للوطن هاده مكتب الصرف المغربية يقول لم تخلب تحويلة المغاربة الموقيمين بالخارج بدورها الموعد مع تحتهم رقما قياسي جديد للسنة الثانية تواليا السنة الثانية وتتجه تحويلة أفراد الجارية المغربية التي أنعاشت خزينة المملكة سمع سوى أنعاشت خزينة المملكة العملة الصعبة من مختلف بقع العالم إلى تجاوز مبلغ ميات مليار درهم بشكل مؤكد بنهاية العام المنقذي 2022 بعد تأكيد بلوغها في ما تم نوفمبر 9.5 مليار درهم لأول مرة وفق المؤشرات الشهرية المبادلات الخارجية التي نشرها مكتب الصرف وسجل المكتب ذاته بإيجابية منح تصاعد لارتفاع التحويلات المالية لمغاربة العالم بالنسبة 14.6% أي زائي 12.6 مليار درهم مقارنة بالفترة النفسية من سنة 2021 اللي كانت 86 مليار درهم سمعتوا الخوت سمعتوا الهربانين والمغاربة والمعالقين رأى مش المهاجرين رأى الهربانين 50 مق�لف المقارن قالوا ،هما بتغيش كانت من пор 130 مليار ضرب لأول ذاتهم يعنيflu؟ قالوا هناك من ان sends المغرب لأول أول مرتاح حدث عن الشرك التحويلات المغاربة ومرسيلات زائدة ماهذا المحاول الدارية بإخوة أن يزامهم لا لأول ما هذي أحتفاء كنون كيف ستكون تخرج لهم؟ ما الروح الذي ستكون من08 لم تطلب هذا التجهم تمام 30، فñ 4 أو 5 sinful ولكن الأغلبية المنزل هدخ WEANS وأعلى ماهذا من امر行ر coronavirus هربوا من المغرب لأنه لا يوجد خدمة و الحقوق و تعليم و المستشفى و المغرب لأنه طبقية و الفقر و التهميس هذا ما يجعل المغرب لأنه لا تحاولون أن تقول الجالية المغربية و المقيمة بالخارج و المهاجرين و المعالقين و المطكعين الذين يتقعون من المغرب المغرب الذين يتقعون من المغرب الذين يقلبون على الفرصة الذين يتقعون فيها من المغرب ها هو هاد الناس اللي كتدفعون أنهم يتقعون من المغرب و اللي كتخليهم يتقعون من المغرب ها ما عاتقين لكم الخازينة ديال البلاد اللي كيتبرعوا بها طبق الحاكمة و اللي دائرين بيهم هاد العمل الصعب فلن كتمشي؟ هاد العمل الصعب فلن كتمشي؟ هاي يكذب عليك يقول لك لا كي يديروا بيكي يشروبوا بها الصادرات ديال الحبوب والصادرات ديال المواد الغذائية لا هاد العمل الصعب فلن كتستعمله هوبا لإقامات الشركات الوهمية في الدول الأجنبية وكتبايد هاد الموال وكتمشي عاود للخارج وكتستمر في أشياء أخرى هاد الشي اللي كتوقع في المغرب وهذا الشي اللي احنا عرفناه وعرفناه وخرجات تقارير دولية كتقول هاد الشي إخوة الأخوات مغيش تطور عليكم بغيت تغير نقول لكم هاد الحقيقة اللي خسكم تعرفوها أن المغاربة المطكعين الهربانين من المغرب يعني ينعيشون خزينة الدولة اللي هي في يد النظام الدكتاتوري القمعي اللي قيلس على رقاب المواطنين المغاربة اللي فعلا هم المالكين الحقيقين ديال البلاد ماشي النظام ماشي الأجهزة الأمنية ماشي الأجهزة القمعية أخوة الأخوات نهاركم بروق وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم